بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن شيء من تفسير سورة قليا أيها الكافرون نعم يقول الله سبحانه وتعالى قل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه نعم يا أيها الكافرون الكفار يعني غير المسلمين يهود أو نصارى أو مجوس أو ما إلى ذلك نعم لا أعبد ما تعبدون هذا فيه أن العباد حق لله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا وأعلن بهذا الفرق بين المسلم وغير المسلم نعم 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 وذكرنا وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين لا يمكن مشاركة الكفار في عيادهم وحتفالاتهم وفي طقوسهم ومع هذا نفي لهم بالعهود لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالأخذ الأموال أو بالسبب نعم نعم إذن لا أعبد ما تعبدون سواء كان بالفعل هنا نعم 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 어서 نعم ونعم عبدوا ما يعبد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم وفي الآية أن العبادة لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى لامكن تسقط العبادة عن أحد ولا أنا عابد ما عبدتم هذا في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحقق هذا بأمور ثلاثة بالقول والعمل والاعتقاد يعني يقول هذا ويعمل بهذا ويعتقد بهذا أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى 我不崇拜你们所崇拜的 包含了作为我们的信仰 必须要内心诚信 口舌招任身体力行 وكذلك الكفار يعتقدوا ويعملوا ويقولوا أنهم يعبدوا غير الله أو مع الله 作为非信使 他们也有自己的信仰 有自己的言辞 有自己的行动 但是他们不崇拜 الله 或者在崇拜 الله的同时 举办了还崇拜其他的被造物 لكم دينكم يعني هذا الذي يعني تعتقد وتعمل وتقول سيجازكم الله سبحانه وتعالى به يوم الدين يوم الجزاء والحساب لكم دينكم 你们有你们的宗教 也就是你们对于你们宗教的信仰 以及言辞 以及行为 在后世 الله都要予以清算 نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هؤلاء وأنذرهم من يوم الوعيد أعلى أعطالى 这个派遣使者 来传达 这个经讯 来传达经讯 以便让人们 有所警惕 在后世 要有 有所清算 ولي أدين أي هذا الذي أدين الله سبحانه وتعالى به وسيجازين الله سبحانه وتعالى به يوم القيام ولي أدين 就是我有我的宗教 指的就是 安拉 所派遣使者 传达的宗教 这种宗教 安拉 أعطالى 在后世 也要予以 褒奖 要有 乐園的报酬 نعم إذن هذه السورة فيها توحيد الأولوهية توحيد العبادة 这一章 古兰经 其中 所讲解的 就是 崇拜 拜主独一 拜安拉独一 تحيد الأولوهية 所讲的 الوسطية في التعامل مع غير المسلمين 还有 中正的 和 非信事 进行 正確的 交往 信事 和 非信事 应当 区分 开来 信事 应当 向 非信事 宣传 安拉的宗教 还要 中正的 和 非信事 进行 正确的 交往 信事 和 非信事 应当 区分 开来 信事 应当 向 非信事 宣传 安拉的宗教 要 非常明确地 表达 我们并不是 举办 安拉的人 对于我们 所说的 我们所信仰的 以及我们的 行为 都不是 非信的 都不应当 有非信的 行为 这节古兰经 被诵读 这张古兰经 被诵读 我们在 陈里 主命 之前的 两拜 圣行拜 的时候 第一拜 和第二拜 在 开端章 之后 念的 第一拜 应当念 这张古兰经 第二拜 应当念 在 在 陈里 之前的 两拜 圣行 以及 在 孙礼 之后 的 两拜 圣行 我们在 副草 和 正朝 正朝的 刚到 这个 到 卖家 看到天房 之后 转完天房之后 礼得 两拜 也要 念 这两 章 古兰经 那عم تقرأ هذه الشورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد في 也就是 在 第一拜 念完 فاتحة 之后 念 سورة الكافرون 第二拜 念完 فاتحة 之后 念 سورة الإخلاس في في سنة الفجر في 晨 礼拜 之前 的 两拜 盛行 وسنة المغرب 在 宵 礼拜 对不起 在 مغرب خون 礼拜 之后 的 两拜 盛行 في ويتر ويتر قل هو الله أحد في الثانبال قل هو الله أحد قل هو الله أحد يعني يفتتح أول النهار بالتوحيد لأنه عندما يقرأ قلها الكافرون توحيد الألوهية وقل هو الله أحد توحيد الربوبيع لإسماء الصفات يعني يفتتح أول النهار بأنواع التوحيد الثلاثة كذلك أول النهار ويختم الليل كذلك في الدبالة وينهاية الطوى في الجنة المكتبع ويحمي الله أحد اشأ الله سبحانه وتعالى يختم لي ولكم بتوحيد 祈求 الله أحد ويحمي الله أحد دبال شيئي